السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وصهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج المفتش طبعا كلنا مبارح تابعنا تفاصيل القصة الغريبة اللي شغلت السوشيال ميديا والعالم كله الراجل أو السارق أو اللص اللي سرق موبايل صحفي اليوم السابع طبعا قصة غريبة في ناس أخدت الموضوع بتريقة وبدحكوا بوزاروا في ناس تاني أخدت الموضوع على محمل الجد وأن الموضوع ده مش أول مرة يحصل ده بيحصل معنا كلنا فلازم ناخد حقنا من الراجل ده أولا وناخد حقنا من أي حرامي أو من أي رص يعمل حاجة زي كده طبعا من أكتر النعم اللي كلنا عايشين فيها ولكن للأسف مش حاسين بيها هي نعمة السطر كلنا مستورين بفضل ربنا ولكن لو فجأة اتشال من علينا السطر ده هيبقى موقف صعب بالنسبة لنا الناس هتشوف الحاجات اللي انت بتعملها في الخفة أو بتعملها في الدرة ولكن ربنا بيسترك عليها هيكتشفوا أن انت كذاب أو منافق أو شخص مش محترم أو شخص بتزني أو بتسرق أو بتعمل أي حاجة غلط ولكن بسطر ربنا الناس ما كانتش شايفة اللي انت بتعمله أو الحاجات الغلط اللي انت بتعملها امبارح الصبح الشخص اللي ظهر قصاد حضراتكم ده ركب الموتسيكل بتاعه وطلع على الدائري وتحديدا في منطقة بهتيم في شبرة الخيمة في محافظة الأليوبية طلع على الدائري بيدور على أي فريسة أو على أي حد يقدر يستدرجه ويخطف من الموبايل ويجري بالموتسيكل بتاعه بسرعة أول ما طلع على الدائري لقى شخص مسك الموبايل في وضعية السيلفي كده أكنه بيصور نفسه سيلفي فقال لك بس ده صيدة سهلة والموضوع بالنسبة لنا هيكون سهل جدا سائل الموتسيكل بتاعه بسرعة عالية جدا خطف الموبايل وجري ومحدش حس به ولكن للأسف أو من سوق حظه أنه كان الموبايل ده في إيد صحفي أو مراسل في اليوم السابع كان فاتح بس مباشر بيتكلم عن تفاصيل الزلزال اللي كان حصل الصبح طبعا خطف الموبايل وهو شغال بس مباشر حطه قدامه على الموتسيكل بكل سبات انفعالي في مبوق السجارة وبرضه بس وراه بيتأكد إذا كان في حد بيجري وراه ولا لأ كل ده بمنتهى السقة وبمنتهى يعني السبات الانفعالي كل الكلام ده والبس المباشر شغال والناس كلها شايفة شكله وشايفة وشه وشايفة بقه السجارة وشايفة الحركات اللي بيعملها لحد ما في لحظة اتأكد ان الموبايل فاتح بس مباشر فقفل الموبايل خالص ولكن بعد ايه بعد مربعين مليون شخص متابع لصفحة اليوم السابع على السوشيال ميديا شايف البس المباشر وشاف شكله وشاف لحظة سرقة موبايل صحف اليوم السابع طبعا كانت واقعة غريبة وفي نفس الوقت طريفة في ناس اخدت الموضوع بدحك ووزار وناس تانية اخدت الموضوع على محمل الجد وان احنا لازم بسرعة الاجهزة الامنية تلقى القبضة على الشخص ده علشان يكون راضع لاي حد يفكر يعمل حاجة زي كده وبالفعل الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية استطاعت في خلال ساعات قليلة جدا قبل حتى ما يغير اتشارتي بتاعه واعترف وقال ان انا فعلا اللي كنت ظهر في اللايف او البس المباشر خدت الموبايل بعد ما اخدته بعته لتاجر عنده 34 سنة مقيم في منطقة بهتيم بعد ما تم القاء القبضة عليهم واعترفوا اعتراف تفصيلي باللي حصل بالضبط حولوهم على النيابة والنيابة امرت بحبسهم اربع ايام على زمة التحقيق ومش بس كده امروا كمان بتحولهم للمحاكمة العاجلة طبعا ده قرار صائب جدا وهو ده اللي احنا عاوزينه ان يكون فعلا في عقاب شديد جدا للناس دي علشان يكونوا وسيلة رضعة لاي حد يفكر يعمل حاجة زي كده رسالة الاخيرة لحضراتكم اي حد لو تقدر ان انت تركب كاميرا بسيطة قصاد بيتك هيكون كويس جدا وهتكون وسيلة رضعة لاي حد يفكر انه يسرع او يقتل او يزني او يعمل اي حاجة في الشارع لان هيكون كل حاجة متصورة وهيكون عارف ان في كاميرات قصاد اي بيت في الشارع عموما دي كانت تفاصيل الواقعة اللي شغلت السوشيال ميديا مبارح ومازالت برضو شغلة السوشيال ميديا وكمان في مصر وفي الوطن العربي كله لو حضرتك مهتم تتابع اي جديد بقدمه هنا على القناة استأذنك تدعمني باللايك والشير تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد شكرا ليكم سلام